انا ما شفتش اهداف البطولة العربية اتعاملوا في البطولة العربية لا يا كابتن هدف ايه النهاردة انت دخلت بالبطولة العربية بشكل اللي هو ايه انا يا جماعة جاي قيم اللعيب اتفرج عليهم اناقي اختار تمام مش داخل بتعمل بروفا يا كابتن فرق كبير يعني هل اللعيبة اللي لعبت النهاردة دي هي اللعيبة اللي لعبت في البطولة العربية لا لا طبعا لا طبعا فبالتالي مش بروفا تمام يعني دي مش بروفة. يعني لما نيجي نقول البوتول العربية كانت بروفة لا. لأن اللعيبة مش هي اللعيبة خالص. هو ما خدش غير مروان محمدي بس. ومش أساسي. لأ مش أساسي. يعني. صح ما خدش حد محمد عبد منعم. مش أساسي. لأ عبد منعم. مفيش. وحجازي. لأ أنا أقصد. كمان عبد المنعم. عبد الواحد وعمر كبال عبد الواحد. وعمر لولا إصابة أكرمت. وفي مكان شهبه موجود. بشكل أساسي. حتى المباراة اللي فات بموراة نيجيريا. يعني محمد عبد المنعم هو اللي كامل هو لعب رايد باك أو باك رايد. فالنهاردة إسلام هو الراجل يعني بياخدنا في حتة مختلفة تماما. يعني هو مش محسسك. مش محسسك أنت أو أنت أعب بتتفرج. هو عايز يعمل إيه. يعني النهاردة في البطولة العربية. أنت رايح بتكتشف اللعيبة. ولا بروفة بالنسبة لك. بتأهل نفسك لبطولة أفريقيا. ولا أنت رايح تعمل إيه فيها بالزبط. ولا رايح تقضي واجب هناك. فواضح أن أنت لا اكتشفت اللعيبة. تمام. لأن أنت ما عندكش حد. ما جبتش حد. يعني حتى يعني اللعيبة اللي ظهرت بشكل كويس في البطولة العربية. ما تمش اختيارها في بعض اللعيبة يعني شالها خلاص من القايمة. مش موجود. تمام. فأنت كراجل. أنت كمدير في أني المفترض. أني عندك استراتيجية بتشتغل عليها وأهداف بتشتغل عليها. الأهداف بتاعته غير مرئية بالنسبة لنا على الإطلاق. يعني هل الأهداف اللي أنت بتشتغل عليك كاكيروش. أن أنت تصنع جيل لمنتخب مصر يأخذ بطولة بعد كده. هل هي دي. لو دي. إحنا لمش نحن حد من اللي أنت جربتوهم واشتغلوا معاك بشكل كويس في البطولة العربية. مش موجودين في البطولة الفراختك. دي رقم واحدة كبا. في نقطة لعباكيرة اللي هم اتعقدوا معاه. قالوا له إحنا مش هنحاسبك. قالوا علي كاسل عليك. يعني دي معناها إيه؟ معناها أن أنت عندك أربع شهور. سؤال تطرحوا عليكم. كابتن بس في نقطة بس مهمة. ما هم فعل مش هنحاسبوه ما هنحاسبوه. أنا أنا في سؤال هتطرحه عليكم. وتقولوا لي. هو المدرب بيبان شغله بعد قدي أي وقت. المفترض. أنت بتقول لي. ست شهور. على الأقل أربع شهور. لو منتخب بيبقى ست سبع شهور أو سنة. لو نادي بيبقى من ثلاثة لأربع شهور. علشان عنده مباريات كتير. تمام؟ أنت الرجل ده جاه. عندك أربعة خمس شهور. أنت جاي بتقول لنا. يعني أنت بتحب بلدنا أكتر مننا. يعني أنت جاي أعملكه جيل. بس أنا أقول لك. ده سلوك الأجانب. الأجانب بيعمله إيه. لما يتكلم معك على هدف. يعمل عنصر آخر يساعده أنه هو يطول معك بمعنى. أنك أنت قلت له. في شهر ثلاثة هتنتهي. ألقتنا بك لو مرحناش كاس العالم. فهو حب إنه هو يوريك إنه بيعمل لك جيل كمصر. علشان لما يقدر الله يحصل إخفاك. يقول لك إيه. يقول لك لا. نخليه كامل المشروع اللي عمله. لكن الكلام ده مش هينفع معاني. التسويف يعني أصدق. يعني هو بيبص لأبعض مقطة ممكنة. بطول العربية لا مش بتاعتي. طيب إفريقيا لا ما تفادش عليها. تمام؟ نحن رفينا يا جماعة في كاس العالم. كاس العالم والله ليس ما أخدش فرصتي. لأ وأنا بعمل لكم جيل جديد. هو بقى بيفكر. هو اللي بيقول كده. يا كابتن جيل جديد أنا بقول لك اللعيبة اللي كانت موجودة معاه. حتى اللعيبة اللي تقلقت معاه في البطولة العربية. أحمد رفا. مش موجودة أصلا. مش موجودة في الليست أساسا بتاعت البطولة الإفريقية. مش موجودة أصلا. تمام؟ كيف لا أخدش طارق حامل؟ في الوقت ده. في بطولة زي بطولة أفريقيا. في طريقة لعبه. في طريقة لعبه. شفت القوة. كابتن مش أنتكلم على طارق. خليك في موجودة أفشل النهاردة. انت مثلا عندك حمدي. وعندك السلية. وعندك النيني. تلاتة هايلين الحقيقة بصراحة. يعني ما تحسش أن فيه بغياب طارق مثلا حامل. إنما النهاردة لما هي بتبقى أنت في وقت ملاقوات النهاردة بتشتغل بلعيب صانع ألعاب. ويبقى عبدالله بس السعيد هو الوحيد اللي موجود عندك. ولما تغيره تغير طريقة اللعب. يبقى أنت في حاجة في حاجة في الفكر مش مظبوطة. يعني في حاجة في فكرك أنت مش مظبوطة. النهاردة أنا محتاج أكثر في بعض الأوقات. يبقى محتاج واحد زي عبدالله كده البليميكر. بس الجاهز اللي عنده سرعات اللي يقدر يشتغل عبدالله برضو. يعني ما هو غريبة بجدًا برضو. يعني بصراحة. ما عرفش أنا بشوف أنه هو يعني ليه المدرب دايما بيبقى. وممكن برضو الكابتن عادلي يقول لنا. لأنه طب ما نلعب زيزو. زيزو أفضل حد يقدر يجيب. صح. طبعا. اللي هو الطريقة اللي هو عايز يلعب به. صح طبعا. السلياء هو يعافر يعني يمين وشمل. لكن زيزو هو الوحيد أقرب واحد من المجموعة اللي موجودة. صح. يقدر يلعب في المكان. طب ما تلعبوا و تجربوا. ده كلام مزبوط. وأسرع لعيب. وبينزل يعمل لك أداء كويسة. لأ وبينزل يعمل لك أداء كويسة. وعنده شخصائب. مورات نجريا قدم مورات كويسة. لا أولا. نجريا العمل نقلة نوعية. في الماتشة كابتن شوية الجروب في نجريا. عمل نقلة نوعية. وعنده سرعاته. لكن عبقرية كروش. لما نزل واحد بيعمل كروس. طلع مصطفى ومنزل. لا أنا هقول لك. مصطفى موجودة هو. بس ما تعملوش ولا أوبر برضو. لا يعني أنا هقول لك. إنه هو الرجل ده تفكيره. اللي هو إيه اللي تفكيره. أولا. تفكير حارس مرمى كابتن. أيوة. ما احترمنا يا سنان ماشل حراس المرمى. أولا. وانا حارس مرمى إيه اللي. لا لا لا. بس تفكير حارس مرمى. تغطي بالك. يعني. هو إيه يعني. انت بترد علي قبل ما رأس ألك. لا لا. يعني خد بالك موضوع هو. هو. وابلال بيصير موضوع إنه. هل المدرب لما يكون حارس مرمى يبقى مدرب كويس. أنا أقول لك. أكبر نمازج. اللي كانت موجودة. بادو زكي. ما نجحش. نجح كبير. زوف. ما نجحش نجح كبير مع أطاليا. لحقيقة. ميشيل بردوم. ما نجحش اللي في الدول العربية. في الخليجية. مع الشماب السعودي. خد دوري بس. وبعدين. مع أكسير في فرنسا. ما نجحش نجح كبير. فأنا من وجهة نظري. إن مدرب الحراس. ما بقاش عنده ملكة المدربين اللي هم بيبقوا. لكنهوش نجح. نجح فين؟ نجح. نجح مع كولومبيا. سوري مع إيران. مع إيران. وصل كس عائلة. أربع مرات. ثلاث مرات. مراتين مع إيران. ومراتين مع كولومبيا أعتقد أو مع. هو وصل كس العالم مراتين. أربع مرات. بس إيران بتوصل يعني بشكل إيران بتوصل على طول. من مبادري بتوصل من زمن. لا 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 لا. ده هو المراح كان مسيق. وبعدين ما هو كان مدرب مساعد مع أليكس فرجسون. في مانشستر يونايتل. كان مدرب أو مدير فني لريال مدريد. وبالتالي يعني. تم تكلمني على الشرط الجزائي بتاعه الأول. مانجهش مع مدريد. مانجني على الشرط الجزائي الأول. أني شرط الجزائي. اللي هو حطه. ما هو الحاجة عمر حسين أنا سامعه النهاردة ولا مبارح بيقولك أنا مين قال إن أنا قلت إن فيه شرط الجزائي اتنين واربعائم اليوم.